مسح ذاكرة التخزين المؤقتة على حسابك الخاص سنابشاط اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها سوف نأتي إلى الأعلى هنا نقوم بالضغط على علامة العدادات أو الستين ثم سوف نأتي إلى نافذة العدادات في هذه النافذة الخاصة هنا نأتي إلى الأعلى نقوم بالضغط على علامة لإعدادات أو الستين في الأعلى ثم سوف يأخذنا إلى نافذة الإعدادات في هذه النافذة هنا نقوم بالنزول إلى الأسفل ثم بعد ذلك سوف يأخذنا إلى نافذة الإعدادات نقوم بالنزول إلى الأسفل هنا ثم بعد ذلك سوف نأتي إلى مسحى ذاكرة التخزين المؤقتة نقوم بالضغط عليها يكفي أن تقوم بالضغط على متابعة هنا ثم بعد ذلك سوف يأخذك إلى مسألة تخزين المؤقت للذاكرة المؤقتة على حسابك الخاص سنابشاط وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك وتغطي الاشتراك ونلتقي في فيديو آخر ان شاء الله